نفي وإنكار ثم اعتراف بقتل في شجار هكذا صدرت أوامر ملكية سعودية منتصف ليل أمس تعترف ولأول مرة بأن خاشقجي ليس بيننا نحن معشر الأحياء قتل جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية تعترف السلطات أخيرا بما حدث من دون أن تقول كيف حدث اعتراف نحتاج إلى ثمانية عشر يوما منذ وقعة الواقعة مع أن العالم كان يعرف أن ليس لوقعتها كاذبة مشاهدين الكرام تغطيتنا مستمرة على الجزيرة مباشرة في المسائية ردود فعل دولية واسعة تندد برواية الرياض بمقتل خاشقجي في شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وتساؤلات لماذا احتاجت المملكة إلى ثمانية عشر يوما للاعتراف بالواقع وهل سيتقبلها العالم رغم ما فيها من تناقضات والسؤال أين جثة خاشقجي المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في القنصلية أو في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته رحمه الله تركيا تقول إنها لم تتسطر على الجاني وإن رواية الرياض لمقتل خاشقجي تعني أن الجريمة سيتم تحميلها لأشخاص لتبرئة العائلة المالكة سنظهر الحقائق أيا كانت وأنه لن يتم التسرع في اتهام أي أحد استنادا لأخبار مغلوطة ولن يتم التستر على تفاصيل القضية وسيعلن بدقة ما حدث ورئيس الأمريكي يقول إنه يصدق الرواية السعودية الرسمية عدمقتل جمال خاشقجي السعودية حلف مهم لكن ما حدث غير مقبول أعتقد أن تفسيرهم ذو مصدقية في المقابل أعضاء بالكونغرس الأمريكي يقولون إن رواية الرياض عصية على التصدير ومنافية للعقل والمنطق ولا يصدقها إلا ترامب والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في ملابسات موت الصحفي جمال خاشقجي واعتراف الرياض بمقتل خاشقجي يضحض المزاعم السعودية باتهام قطر بالوقوف خلف الجريمة لو ثبت فعليا تورد قطر في هذا الأمر خلاص تنتفي عنها صفة الدولة الدولة لا تمارس أعمال إصابات هذه أعمال معافية ما هي أعمال دولة الإعلام السعودي والمصرية المقرب من السلطة في ورطة بعد أن تأكد صد تغطية الجزيرة في مقابل روايتهم الكاذبة هذا من المفارقات الغريبة والعجيبة أن قناة الشريرة القطرية تنقل أخبارها وتفبركها من تركيا لكن أن الجزيرة قناة الحقيرة 24 ساعة بتبدع في فبراكة الموضوع عن هواء 24 ساعة نقل حي مباشر يعني اللي بيحصل حولي محيط للسفارة شكراً يا يوسف مبدو قصير مباشر المواطن الحر هو أفضل للدولة وأصدق للدولة من المواطن المطيع خوفاً ورغبة فكل ما نقوله هو محبة في الوطن وليس ضد الوطن الديمقراطية هي الحل لهذه الجمهوريات البائسة لم تعترف السعودية فقط بمقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول إذ صدر التوامر ملكية بإقالات لقيادات في الاستخبارات السعودية والبلاط الملكي ويتساء المراقبون هل هي كباش فداء لولي العهد الذي يضيق العالم كله الخناق عليه أكثر فأكثر لمعرفة الحقيقة ألم يغرد سعود القحطاني أحد المقالين قائلاً إنه لا يقضح من رأسه وإنما بتوجيهات من محمد بن سلمان لكن يثور سؤال في أعقاب الرواية السعودية التي خرجت حين انتصف ليل الرياض إذا كان جمال خاشقجي قد قتل نتيجة شجار أفضى إلى الموت فهل يفضي الشجار إلى اختفاء جثته أيضاً؟ وهل الرواية التي عجزت عن تفسير اختفاء أثره بعد الشجار سيتقبلها العالم؟ وهل يمكن للحقيقة أن تدفن قبل أن يدفن جسد خاشقجي؟ بعد ثماني عشرة ليلة خلون على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول ها هي الرياض تنسج روايتها لما حدث الرواية بنت الثمانية عشر يوماً نشرتها وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن النائب العام تقول إن خاشقجي قضى نحبه داخل القنصلية إثر مشاجرة واشتباكات بالأيدي جرت بينه وبين أشخاص قابلوه هناك حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته رحمه الله رواية أقل ما يقال فيها إنها تتناقض جذرياً مع ما قيل سعودياً من قبل كما أنها لا تبدو صامضة أمام ما يقال من بعد فقبلها قيل إن خاشقجي دخل القنصلية غير خائف ولا مترقب ثم خرج منها بعد أن أنهى مهمته والقائل هنا هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حواره مع مؤسسة بلومبيرغ بداية الأزمة فأي القولين أحق بالصدق؟ وقبلها قيل أيضاً إن الأدراج والأرففة ومجتملات مكاتب القنصلية تشهد أن لا جثة فيها يفتح القنصل محمد العتيب الأدراج أمام أعين الكاميرا ثم يقول كلاماً يعبر فيه عن قلقه وحكومته بشأن مصير الرجل متعهداً بالبحث عنه وإن كان ولي العهد جاهلاً بالأمر حينها فهل كان القنصل ومن معه أيضاً جاهلين؟ يجيب سفير الرياضي في واشنطن الأمير خالد شقيق الأمير محمد بتأكيده أن أمراً كهذا لا يمكن أن يحدث داخل القنصلية وأولو الأمر لا يعرفون وقبلها قيل أيضاً إن ما أثير بشأن خاشقجي ليس سوى شائعات مبنية على مؤمرة قطرية تركية استهدفت الرجل حين فكر في العودة إلى بلاده هنا يواجه المذيع المثقف السعودي البارس ترك الحمد بسؤال كله ثقة ماذا لو تبين أن قطر هي من أخفتها؟ لو ثبت فعلياً تورد قطر في هذا الأمر خلاص تنتفي عنها صفة الدولة الدولة لا تمارس أعمال إصابات ذهب الزبد جفاءاً ونسفت الروايات الجديدة كل الروايات القديمة لكن فصول الروايات التي كتبت على عجل استجابة على ما يبدو لنداء واشنطن ليست أقلها شاشة مما قيل قبلها فهي العاجزة عن تقديم أجوبة للبديهي من الأسئلة في البدء يثور سؤال أين كانت روايات الشجار المفضي إلى الموت طيلة نحو عشرين يوماً يسأل العالم فيه بأعلى صوته في كبرات صحفه ووسائل إعلامه أين جمال؟ ولو صحت روايات الاشتباك بالأيدي التي أذهقت روح الرجل فأين جثته؟ هل ذابت بلا أثر؟ تشير الروايات الأمنية التركية إلى أن جثة الصحفي المغدور جرى تقطيعها بلا آدمية وقد قيل قديماً إن أبشع أنواع القتلة هم الذين يعبثون بجثة قتلاهم في سؤال أين الجثة؟ وهل خرجت واحدة أم أشلاء؟ يجيب مصدر سعودي مقرب من التحقيقات لوكالة رويترز أن سائقاً بالقنصلية هو بين من سلموها لمتعاون محلي وتلك إجابة تقول ضعف الطالب والمطلوب وفي الرواية السعودية كذلك أن تحقيقات النائب العام تجري مع 18 موقوفاً سعودياً دون ذكر أسمائهم ولا صفاتهم ولا علاقتهم بالخمسة عشر الذين أشارت إليهم أصابع الاتهام التركية بالضلوع في تنفيذ مخطط التصفية وإذ تشير الرواية السعودية إلى محاسبة المخطئين بالقول أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أقال كل من مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري وآخرين وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي عهده الأمير محمد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في برنامج المحاسبة هذا ثمت شيء عصي على الفهم فأي ذنب اقترفته المخابرات العامة أو مستشار الديوان الملكي إن كانت حادثة الوفاة وقعت داخل قنصلية تابعة لوزارة الخارجية وإن مسؤولية الراعي عن رعيته الرواية السعودية التي تبدو مفككة ينقض بعضها بعضا لا تبدو جديرة بالقبول إلا عند أولئك المستعدين للمقايضة بالحقيقة شريطة دفع السمن وإذ جاءت الرواية الجديدة تناقض القديمة سمت من يستدعي ما قاله العرب من قبل تخدعني مرة عار عليك تخدعني أخرى عار علي وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من أمام القنصلية السعودية مباشرة من إسطنبول زميل حسام يحيى موفدى الجزيرة مباشر حسام رحبك معنا وكلنا أذان صغية للاستماع لما لديك من جديد أهلا بك أحمد اليوم عقد مؤتمر صحفي لبيت الإعلامين العرب أمام هذه القنصلية السعودية هذا المؤتمر حضره ترنقش لقجي وهو رئيس هذه الجمعية وكذلك صديق الجمال خاشقجي تحدث في هذا المؤتمر وأعلن عن عدة مطالب من الجانب السعودي ومن المجتمع الدولي باتجاه قضية جمال خاشقجي ومقتل جمال خاشقجي الذي كان هنا منذ أسبوعين دخل هذا المكان حيا ولم يخرج منه حيا عكس ما قالت السعودية في بيانها الأول والذي نفته بالأمس أو نفته فجرة اليوم في بيانها الثاني الذي يتداول حاليا في نطاق واسع وكان الطلب الوحيد من السعودية هو الإفراج عن جثة جمال خاشقجي وما هو مصير هذه الجثة أين هي هذه الجثة كان هذا ما طلبه السيد ترانقش لقجي صديق جمال خاشقجي أيضا أحمد جريدة جمهورية المعروفة بمعارضتها الشديدة للرئيس التركي رجل طيب أردوغان وكذلك لحزبه الحزب الحاكم التركي حزب العدالة والتنمية قالت اليوم في عنوان لها ساخرة بالتأكيد من الرواية السعودية السعودية لم تكن حاضرة في كنصليتها أثناء وجود جمال خاشقجي تسخر من هذه الرواية ومن تملص السلطة في السعودية من قتلت جمال خاشقجي والقول أنها عملية نظمها قتل مارقين كما تحدث رئيس ترامب وكما تحدث أيضا البيان السعودي اليوم بالتأكيد هذا العنوان كان ساخرا من هذه الرواية السعودية نأتي إلى جانب آخر وإلى صحيفة أخرى صحيفة يني شفق أيضا رئيس تحرير الصحيفة اليوم كتب في مقال له في الجريدة وقال إن على محمد بن سلمان أن يتنحى فورا يقول الكاتب وكذلك أيضا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن يختفي من الجغرافية هكذا كتبت الجريدة وهكذا كتب رئيس تحرير هذه الجريدة لأنه يقول أن محمد بن زايد هو الذي أوطع السعودية في الفخ وأن ترامب سيتحصل على ملايين الدولارات من السعودية نتيجة للأخطاء التي يرتكبها محمد بن سلمان نتيجة لسيره خلف محمد بن زايد هكذا كتب رئيس تحرير جريدة يني شفق اليوم بعد البيان السعودي أيضا أحمد هناك الكثير عن التحقيقات التي يجريها الجانب التركي اليوم بالفعل انتهى من أخذ إفادات من الكثير من الموظفين الأتراك حوالي 25 موظفا أدلوا بالفعل بإفاداتهم للمدعي العام التركي من أصلي 45 هذه المجموعة التي تم بالفعل أخذ إفادات منها من بينهم سائق الكنسل السعودي وكذلك من بينهم الفريق التقني والفريق الفني وكذلك من بينهم أيضا فريق المحاسبات كل هؤلاء الموظفين هم من الجانب التركي ولم يكن بينهم أي موظف سعودي أحمد أيضا تستمر عمليات فحص العينات وفحص الأدلة التي يجريها الجانب التركي هذه الأدلة التي خرجت من مبنى الكنسلية ومن مقر إقامة الكنسل وكذلك من المناطق الثلاثة التي حددها الجانب التركي كمناطق يشتبه أن جثة جمال خاشطجي أو ما تبقى منها قد ألقيت وأخفيت في هذه المناطق الثلاثة أحمد حسام هل يبدو أننا على اقتراب من لحظة الحقيقة من قبل مصادر رسمية تركية لرواية الأتراك بأكملها أم أننا لم نقترب بشكل أوبا أحمد مصادر الجزيرة تحدثت أول أمس أن ما خرج فقط من القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول والتي نشاهدها من خلف سيارتان كبيرتان محملتان بالأدلة وبالعينات التي سيجري فحصها في مكتب المدعي العام وكذلك من الأدلة الجنائية ومن رجال هذه الوحدة أيضا خرج من مقر إقامة القنصل الكثير من الأدلة فالواقع عدى العينات والأدلة التي خرجت من المناطق الأخرى لذلك يتحدث هذا المصدر أن العملية قد تطول ولكن السيد توران قشلقجي رئيس بيت الإعلامين العرب تحدث عن مصادره ونقل في تصريح للجزيرة مباشر اليوم أن هذه العملية لن تأخذ وقتا طويلا وأن ربما أيام فقط قبل أن تخرج البيانات التركية الرسمية بخصوص ماذا حدث لجمال خاشقجي وإن هي جثة جمال خاشقجي كان هذا هو رد السيد توران لكن مصادر الجزيرة ترجح أحمد أن يستمر الوضع وأن يأخذ التحقيقات والفحص بعض الوقت ربما أكثر من أيام ربما أسابيع كما قالت هذه المصادر بدأ لي من حديثك في البداية حسام أن الرواية السعودية الرسمية لم تجد قابولا لدى الأتراكس على المستوى الإعلامي أو حتى على المستوى الرسمي نعم أحمد ما نقلته لك من تصريحات ومن مقالات رأي ومن أيضا من افتتاحيات في جريدة ياني شفق على سبيل المثال وكذلك العنوان في جريدة جمهورية الجريدة المعارضة التركية والتي هي من أكبر الصحف المعارضة في تركيا وهي تسخر أيضا من هذه الرواية السعودية التي صدرت فجر اليوم كذلك جريدة ياني شفق المحسوبة نوعا ما على الحزب الحاكم التركي بالإضافة أيضا إلى البيانات التي خرجت من نائب من المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي تحدث أن التحقيق التركي ما زال لم يخرج بنتائج وأن عليهم أن ينتظروا ما ستسفر عنه النتائج من التحقيقات التركية وكذلك نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية التي ألمحت إلى شكها في الرواية السعودية وأنها طالبت الانتظار انتظار النتائج التركية والتي أكدت أنها ستصدر قريبا لأن الأتراك عندما شكلوا فريقا مشتركا مع السعوديين تركوا أيضا فريقا كاملا يعمل على هذه القضية وحدهم عسام يحيى موفدى الجزيرة مباشر كنت معي عبر الأخمار الاصطناعية من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في رد الفعل التركي قال النائب رئيس حزب العدالة والتنمية قال إن الأخبار القادمة من السعودية تقول إن الجريمة سيتم تحميلها لبعض الأشخاص في محاولة لتبرئة ساحة العائلة الحاكمة من جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك قال إن الإعلان السعودي عن مقتل خاشقجي من شأنه أن يسرع التحقيقات في القضية وأن يبين هوية من لهم علاقة بمقتله ومن هو المسؤول عنهم نتابع التطورات في السعودية فهناك بعض مسؤولي الاستخبارات أقيل من وظائفهم واعتقل 18 مواطنا سعوديا على خلفية الحادث والمدعي العام السعودي في بيانه أكد مقتل خاشقجي وأنه مات نتيجة شجار مع مواطنين سعوديين طبعا هذا التصريح بعد هذه المدة من شأنه أن يسرع المسيرة التي بعدها وأن يوضح من كان هؤلاء الذين كانوا في القنصلية وقت مقتل خاشقجي ومن هو المسؤول عنهم وكل الدنيا تنتظر ذلك وأضافت شريكا أن تركيا ثابتة على موقفها وأنها ستظهر نتائج التحقيقات للعلن من دون التسرع في اتهام أحد ولا التسطر عليها منذ بداية القضية تعرضت تركيا لهجمات من مراكز الدعاية السوداء تتعلق بطريقة إدارتها للتحقيق واتهمت أن هناك محاولات لتمرير صفقات ولكننا ومنذ البداية وكما قال الرئيس أردوغان أكدنا أننا سنظهر الحقائق أيا كانت وأنه لن يتم التسرع في اتهام أي أحد استنادا لأخبار مغلوطة ولن يتم التسطر على تفاصيل القضية وسيعلن بدقة ما حدث وينضم إلينا عبر الأخبار الاصطناعية مباشرة من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو سيد أغلو رحب بك معنا كما رحب بضيفي عبر الأخبار الاصطناعية من لندن المستشار محمد القحطاني المحامي وعضون سابق في النيابة العامة السعودية سيد المستشار رحب بك معنا وأبدأ معك سيد المستشار القحطاني فيما يخص الرواية السعودية الرسمية التي صدرت منتصف ليل الأمس كيف تقيمها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا الرواية غير صحيحة زي ما تفضلت الصحافة التركية زي ما تفضلت الخارجية التركية وقالت إنها رواية غير صحيحة وهذه هي ثقافة النظام السعودي تحميل الشعب أخطاء أخطاء العائلة الحاكمة لكنها رواية غير صحيحة ونفس الادعاء العام النيابة العامة في السعودية غير مستقلة تأتيها الأوامر من الديوان الملكي وأنا اللي أنا أعتقده وأنا عملت في النيابة العامة ويعرف عني هذا النائب العامة الآن إذا كان ينظر أنا عملت في النيابة العامة وأعرف أن الأوامر تأتي مباشرة من الديوان الملكي يعني ليست سلطة مستقلة لكي تتخذ قرارها بنفسها لكن أنا اللي أنا أعتقده أن الأوامر بحسب ثقافة النظام السعودي عندنا والبيئة والبيئة الحاكمة أن الأوامر أتت من محمد بن سلمان شخصيا هذا الذي أعرفه لكن التحميل الأطراف الأخرى مثل سعود القحطاني وعسيري والآخرين هذه الثقافة نحن متعودين عليها كشعب من النظام السعودي لكن الشعب لا يصدق الشيء هذا سيد أغلو البعض يقول أن الكرة الآن في ملعب تركيا ها هي السعودية قد ألقت بروايتها حول الأحداث وقبضت على المتهمين يبقى السؤال أين الرواية التركية لأن البعض متخوف من أن يكون هناك الآن صفقة ما تضع الحقيقة في سياق ما قيل بالأمس من قبل السلطات السعودية مساء الخير تحياتي لك ولضيفك والأستاذ المشاهدين بداية يعني عن أي صفقة يتم الحديث عنها وتركيا عبرت مرارا بأنها يجب انهاء هذا الملف وسيتم عرضه من ناحية نتائج التحقيق القضائي والجناء من خلال المدع العام الذي يمثل القضاء والقانون في تركيا لا توجد صفقات يا سيدي لا بين تركيا وروسيا والسعودية ولا بين تركيا وأمريكا لا يمكن المتاجرة بدماء الأبرياء والقضاء في تركيا مستقل لا يسيس وبالتالي سنرى النتائج قريبا هناك تحقيق مستقل من قبل المدعي العام التركي في إسطنبول الذي هو الآن يمسك بزبام هذا الملف وبالتالي سيتم الإعلان ربما نسمع يوم الاثنين عن نتائج التحقيقات الأولية والأدلة الموجودة تركيا تريثت وكان هناك نوع من التعامل برصانة ورزانة بحيث أن يكون هناك أدلة دامغة قبل التسبب على اتهمات هنا وهناك ولكن دعني أسأل سؤال التصريح والرواية السعودية هذه الرواية ما أدري بعد انتظار أكثر من 18 يوما نسمع رواية لا يمكن تصديقها أن يكون هناك شجار يؤدي إلى وفاة ومقتل خاشقجي داخل القنصلية هو يضحط الرواية السعودية نفسها في أول أسبوع أو عشر أيام عندما قالوا وبشكل رسمي أنه ليس موجود داخل القنصلية وحاورنا الكثير من المحللين السعوديين الذين هم كادوا أن يقسموا بأنها هو خرج ولم يعطوا أي أدل على خروج الآن يتم الحديث عن الرواية بأنه توفض من شجار هل يعقى 16 شخصا يتشاجر مع شخص في الستينيات طب لماذا لم يتم إعطاء أو اتصال بالمستشفى أو بالأجهزة الطبية أو بالمراكز الصحية لماذا جاءوا هؤلاء طب من هؤلاء 16 شخصا الخمستاشر زائد المسؤول عنهم ما دورهم في القنصلية ولماذا جاءوا الكثير من الأسئلة يا سيدي هي الآن تتكايد بعد الرواية السعودية أن تلقي بظلالها بقوة والقضية ليست هي عن تركيا ما تزال تركيا ما تزال بحاجة إلى أذنات للتحقيق مع كل من هو السعودي موجود في القنصلية سيد قحطاني هل تعتقد أن الرواية الرسمية السعودية تستطيع أن تعفي الأمير محمد بن سلمان من المسؤولية أنك أشرت حتى في المداخلة الأولى أن الرجل هو الذي قام بإعطاء الأمر فيما يخص مقتل الصحفي جمال خاشقجي فهل هذه الرواية كافية تعفيه من أي مسؤولية مستقبلا لا أعتقد أن الرواية هذه لا تكفي لإعفاء محمد بن سلمان من مسؤولية قتل جمال خاشقجي رحمه الله لأن هذه جريمة قتل حتى أنا تركي الحمد تركي الحمد الآن يمدح النظام وسألوا عن قطر قالوا لو القتل هذا الذي في القصرية الذي سوته قطر فما رأيك بها قال هذه عمليات مافيا وعصابات مافيا وهذه لا تستحق أن تكون دولة طيب فما رأيك يا تركي الحمد لو أنها السعودية محمد بن سلمان هو الذي فعل هذا الكلام أنا متأكد أن تركي الحمد سيغير راية ويقول لا 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 هذه سعودية يعني تبريرات أن الحاكم أن ابن سعود يستطيع يسوي كلش وكل أي عمل يعمله لو خارج نطاق القانون أنه جائز أنه حلال حتى أن علماء هيئة كبار العلماء يعني تفتي بجواز الأمور هذه يعني أننا مع ولي أمرنا في الأمور هذه أمور لا يجوز الإفتاء فيها الحلال الحرام لا يجوز الإفتاء بأنه حلال هذا قتل قتل النفوس وأنا دعيت من أمام السفارة السعودية قلت نطلب بالعدالة لجمال بالقصاص لأن المسألة هذه سوف تتكرر مع جمال يعني بكرة مع ثلان بكرة مع اللان فصالت هذه عصابة ليست دولة عصابة فهذه خطير يعني حتى على المجتمع الدولي والله أنا أنا أتوقع أنها تشن حروب أنا محمد بن سلمان أشبه بهتلر أنا يعني لو استلم الملك وهو الآن توه الآن يعني لو استلم الملك وصارت بيده سلطات أنا أتوقع تشن حروب في المنطقة والغرب الآن يندم بعدين يعني هو الآن الغرب يبقى استقرار مصالح يبقى لكنه بعدين ما راح يجد استقرار مصالح له يعني يعني أنه يقدم كبش بالآخرين هذه رواية غير مقبولة نهائيا طب ابقى معي سعود إليك بالتأكيد لكن مشاهدين الكرام في رد الفعل الأمريكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يصدق الرواية السعودية الرسمية عن مقتل جمال خاشقجي لكنه قال إنه يفضل أن يكون هناك شكل من أشكال العقوبات مع تجنب إلغاء صفقة السلاح للرياضة أعتقد بأنها خطوة جيدة ومهمة العديد من الأشخاص متورطون لدينا صفقة هائلة في مجال الدفاع بقيمة مائة وعشرة مليارات دولار لا أريد أن تلغى لأن ذلك سيكدف العديد من الوظائف وكثيرا من الأشياء الأخرى السعودية حلف مهم لكن ما حدث غير مقبول أعتقد أن تفسيرهم ذو مصدقية من المبكر قول أي شيء لم ننتهي من مراجعتنا بعد ومن تحقيقنا أظن أنها خطوة أولى مهمة وحدثت أبكرا مما كان متوقعا سنتحدث إليهم ونرى ما الذي سيحدث يمكن أن تكون لدينا أسئلة بل لدينا أسئلة ومثل ما ذكرت أعمل مع الكونغرس على القضية أفضل أن يكون هناك شكل من أشكال العقوبات وكان هناك كثير من الناس يتحدثون عن الأمر وأفضل تجنب عقوبة تلغي اتفاقا بقيمة مائة وعشرة مليارات دولار وفي مقابل تصديق ترامب قال أعضاء بالكونغرس الأمريكي إن رواية الرياض عصية على التصديق ومنافية للعقل والمنطق وشكك سيناتر الجمهوري لينزي جرهام الذي يعتبر من أبرز حلفاء ترامب بالرواية التي قدمتها الرياض بعد إسبوعين ونيف من تمسكها بمقولة أن الصحفي غادر قنصليتها بعيد دخوله المبنى وإنها لا تعلم شيئا عن مصيره من جهته قال السيناتر الجمهوري بوب كوركر أن إن رواية السعودية حول اختفاء خاششغ تتبدل مع مرور كل يوم وبالتالي لا ينبغي أن نفترض أن روايتهم الأخيرة ذات مصداقية وعن الموقف الأمريكي ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من واشنطن الدبلوماسي السابق ومسؤول شمال أفريقيا بالخارجية الأمريكية سابقا وليام لورنس سيد لورنس أرحب بك يبدو أن هذه الرواية التي بدأ أن عدد كبير من الأعضاء الكونجرس لم يقتنعوا بها إلا أنها أقنعت ترامب بسرعة كبيرة لماذا من وجهة نظرك أظن أن ترامب وصل إلى ترتيب مع السعوديين بمعنى أن يتم الخروج بنوع من الإقرار الجزئي أن يعترفوا بالقتل أو الموت في القنصلية وألقى لهم على مجموعة من المسؤولين وأظن أن ترامب قرر بأنه سوف يتفق مع الموقف السعودي حتى قبل إطلاقي أو الإعلان عن هذا الموقف إذن الأمر هو مرتب مسبقا وأظن بأن هذا الرد العكسي من الكونجرس ومن المؤسسة السياسات الخارجية في الكونجرس هي بأن ترامب ربما عليه أن ينأ بنفسه عن ولي العهد وعن الأحداث السعودية لأن قصتهم ليس فقط أنها غير يمكن تصديقها ولكنها متناقضة جدا السعوديين كلما سارعوا بالإطلاق الحقاق كلما كان أفضل وإلا أن التداعيات سوف تكون وخيمة ما الذي يستطيع الكونجرس أن يفعله إذا ثبت أو إذا صار الأمر في أن الرواية السعودية هي رواية ضعيفة غير متماسكة كما قال بعض عضاء الكونجرس إذن هناك عدة أمور يمكنهم القيام بها وأمر قد قام فيها أصلا هو بتوقيع 22 عضوا مهما في مجلس الشيوخ لاستخدام قانون ماغنيتسكي وهذا يعطي 120 يوما كأقصى حدل السلطة التنفيذية وعنى فيها ترامب والف بي آي للتحقيق ومن ثم يتم فرد عقوبات على أشخاص لهم صلة ومع هذا أيضا هو غير مطلوب منه وضع العقوبات والكونجرس على سبيل المثال في القضية تدخل الروس في الانتخابات وضعت عقوبات على روسيا تجاوزا للرئيس وأجبر الرئيس بتمرير مجموعة من القانوانين إذن هناك الكثير من النقاشات الدارجة في واشنطن حول ما يمكن السلق قيام القيم به قبل الانتخابات النصفية وحتى ما بعد الانتخابات النصفية فيما يتعلق بعقوبات إما على الحكومة السعودية أو حتى على أشخاص سعوديين تبقى معي سيد لورانس بدلي اليوم أن هناك حديث قوي تصريحات قوية وحدة من قبل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا قال إن الجريمة سيتم تحملها لبعض الأشخاص في محاولة لتبرئة ساحة العائلة الحاكمة هل يعني تعتقد أن السلطات التركية لديها ما يؤكد أن السيد الأمير محمد بن سلمان هو من قام بهذه العملية أو من أمر بها كما حتى تقول بعض الصحف الغربية الآن طبعا لا ليس بهذه القطعية وإنما هذا فقط هو واضح من تصريح الناتق الرسم باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشريك بأن ليس من المنطق أن الممثل الممثلية أو القنصلية السعودية الموجودة في إسطنبول والتي تمثل الجهاز الرسمي أو الحكومة الرسمية في السعودية أن يكون فيها هكذا أحداث وليس لهم علم بذلك يعني من غير من المنطق يعني ليس بالمعقول هذه قنصلية يعني لديها أجهزة استخبارات ولديها أجهزة أمن ولديها القنصل ومرتبطة بالسفارة ومرتبطة بجزارة الداخلية والذين دخلوا إلى القنصلية هم يتبعون لجهاز حكومي يعني يجلهم من المقربين إلى محمد بن سلمان بل هو ربما الحلقة الأقرب لمحمد بن سلمان فلا يمكن أن يقوم بهكذا إجراء حسب التعليم أو الأصول الدبلوماسية إلا بأخذ أوامر عليا يعني لا يملكون الصلاحية لكي يتصرفوا بهذه الطريقة ويحول القنصلية إلى مركز للتعذيب والتقطيع والاغتيال والقتل يعني ثم التستر على ذلك يعني بقضية أنه ليس علم للسلطات السعودية بهذا الموضوع هذا أيضا بحد ذاته يعني يفتح أبواب كثير للتساؤل خمسة عشر يوما كيف لا يكون هناك ثمانة عشر يوما كيف أنه لا يكون هناك علم يعني هذا بأي قانون بأي منطق هذه قنصلية أم هذا عبارة عن وكر لعصابات تريد أن تقوم بعصابات إجرامية ولا أحد يدري عنها شيئا يعني القضية غير منطقية وأتوقع بأن بغض النظر في إذا كان من أعطي الأوامر هي السلطات العليا أم لم تعطي الأوامر في المسؤولية عليهم أيضا يعني هذا مركز أو القنصلية مكان يمثل هذه الدولة وبالتالي كل ما يجري بداخلها هم مسؤولون عنه بغض النظر عن إعطاء أوامر مباشرة أم لم يتم إعطاء أوامر مباشرة أما قضية أن ليس لديهم علم بهذا الموضوع فهذه الطامة الكبرى هذه المصيبة يعني كيف يكون ليس لديهم علم ويتأتي طيارتان وينزل 16 شخص ويمكثون ويخرجون وكلهم من الحلقة المقربة لمحمد بن سلمان يعني ألم يفتقدهم مثلا ألم يفتقد غيابهم عنه في السعودية طب جاءوا وعادوا لماذا تم الإخفاء 16 يوما أو 18 يوما حتى يوم أمس الكثير من الأسئلة بحاجة لا أجبهم سؤال الأهم أين الجثة يا سيدي صحيح أنت طرحت هذه الأسئلة المهمة سيد أغلو للحقيقة هذا أيضا ما نناقشه يعني في خضم هذا الموضوع لكن سيد جحتان البعض يتساءل أين الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية من كل هذا الذي يحدث من وجهة نظري والله يا أخي الأسرة الحاكمة الآن أسرة ضعيفة يعني المسيطر عليها هو محمد بن سلمان فعليا حتى الملك سلمان نفسه لا يحكم فعليا الذي يحكم فعليا الآن هو محمد بن سلمان والجماعة التي تحيط به تركي آل الشيخ يعني العقليات هذه العقلية التهورية العقلية التي عاشت على البلاي ستيشن وعلى الملاهي وعلى تدمير الآخرين وعلى قتل الآخرين الأسرة الحاكمة الآن ضعيفة خلاص يعني ليس بيدها قوة ولا سلطة محمد بن سلمان الآن يعني يرتعبون منه رعب إذا ذكر اسمه عندهم يرتعبون منه إذا كانوا في مجلس مثلا ذكر محمد بن سلمان يتفرقون من الرعب لكي لا يدري أنه ذكر اسمه بسوء عندهم ولم يدافعوا عنه ولذلك سيد جحطاني لا أتوقع منها تغيير لا يوجد أمل ما داخل المملكة العربية السعودية داخل الأسرة أن تعدل من مصار الأمير محمد بن سلمان في التعاول مع الكثير من القضايا ومسألة حقوق الإنسان لا أمل في ذلك من وجهة نظرك أنا من وجهة نظري لا أمل الأسرة الحاكمة سبق وقلت الأسرة الحاكمة تريد مال وامتيازات محمد بن سلمان زود الأموال والامتيازات إلى 50% فالأسرة الحاكمة لا تريد المال والامتيازات فقط لا تحرمها منه وأنت أفعل بالشعب ما تشاء الثقافة الثانية الثقافة الثانية لدى النظام السعودي أنه يرضي أمريكا يعطي أمريكا أموال أي شيء تطلب أمريكا ينفذ لها مقابل أنه يفعل أي شيء في الشعب أو يفعل أي شيء يقتل ما يشن حروب أهم أهم شيء عنده إرضاء الإدارة الأمريكية إذا رضيت الإدارة الأمريكية هذه ثقافة عند الأسرة الحاكمة أرضوا أمريكا وسألوا اللي تبغى فعلي يعني زي ما تفضل الكونغرس أنا أؤيد العقوبات التي ستفرض عليها بالقانون وأنا أؤيد العقوبات هذه لكي تقف هذا النظام لأن شخصية محمد بن سلمان لابد من قوة رادعة لو ما ارتدع والله لا تشن حروب في المنطقة ويقتل الناس وأنا قلت ممكن أقرب الناس له يقتل ممكن هو يقتل أقرب الناس له يعني ما في حد للقتل أو للتهور أو يعني حالة خطيرة فبرض العقوبات هو الرادع الوحيد سيد لورنس إلى أي مدى يستطيع ترامب حماية محمد بن سلمان هناك عدد طرق بادي يمكنه أن يبطي أو أن يستخدم حق الاعتراض على أي تشريع من الكونغرس ويصعب وضع عقوبات على المملكة العربية السعودية طريقة أخرى أن يقوم بما يقوم به أصلا وهو أن يوافق على هذه أنصاف التفسيرات التي تأتي من السعوديين وأيضا أن يخلق حيرة حول ما جرى ويمكنه حتى أن يوجه الجهات الاستخبارية أن لا تقوم بالتحقيق لأنها تتبع له إذن هناك عدة طرق يمكنه من خلالها أن يحاول أن يخفف الضغوط ولكن أظن بأنه سوف ينتصر طبعا خاصة مع ما يواجهه في الكونغرس وحتى حكومته لنتحدث عن الألاف من الأمريكيين الذين يظن بأن هذا الأمر لا يجب أن يتم وهم يعرفون كيف يجب على القوانين أن تطبق ولهذا السبب هناك ضغوطات كبيرة الآن على ترامب ولهذا السبب أيضا أنه يغير قصته خلال أيام الأربعة التي مضت ويبعد بنفسه عن محمد بن سلمان لأن ما يحاول قيام به لا ينجح هل تعتقد أن إذا ثبت بما لا يدع مجال الشك أن محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل الصحفي جمال خشقجي سيتم النيل منه بشكل أو بآخر سترفع الحماية من قبل ترامب عنه سيفكرون في بديل حتى ولو ما كان يقال حول شقيقه الأصغر خالد أن يتولى هو مسؤولية ولاية العهد أم مات إذن هذا هو السؤال الذي يتحدث الجميع حوله هنا في واشنطن وأول ما أقوله هو أن القرار حول بقاهي في السلطة هي ليست قرار محمد بن سلمان نفسه إنما هي قرار الملك سلمان فإذن السؤال هو ما الذي سيقوم به الملك سلمان وما الذي سيضع الضغطات عليها أنا لا أظن بأن الضغطات الأولية ستكون من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان دون دون الأسرة الحاكمة وهناك مشكلة أخرى وهي أن أخاه الذي كان سفينا في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصادر كان جزءا من الجهود استدراج السيد الخاشقجي إلى القنصلية في إسطنبول لأن هذا الأمر قد بدأ ربما في واشنطن وإذن جزء من تلك الجهود التي دفعته إلى الذهاب القنصلية في إسطنبول وليس إلى السفارة في واشنطن هي بفعل الأخ وهذا يعني بأنه قد يكون هناك تردد في قبول الأخ ولي العهد إذن إذا كان سيكون هناك والعهد هو سيكون شخص لم ليس له أي يتصل بهذه المسألة سيد أغلو لمح أحد المصادر السعودية أحد المسؤولين السعوديين أن الجريمة كانت على أرض سعودية هي مقر القنصلية السعودية وبالتالي المعني بالتحقيقات في هذه القضية ومحاكمة المتهمين هي المملكة العربية السعودية هل تعتقد أن هذه بداية لسحب البساط من تركيا فيما يخص التحقيقات والمحاكمة أماذا أنا لا أدري من يطرح هكذا أسئلة وهكذا استفسارات كمن يريد أن يصطد في الماء العاكر يا سيدي أرض سعودية على أرض تركية إذا كان يرضي هذا الاستفسار في النهاية هذه أرض سعودية ليست بالمطلق هي عبارة ذات حصانة دبلوماسية هكذا هو التوصيف الصحيح بالنسبة لاتفاقية فيينا عام 1961 هذه ليست أرض سعودية ولكن ذات حصانة وهي تتبع القوانين السعودية أي نعم ولكنها في تركيا موجودة والجريمة تمت في تركيا وبالتالي لابد من حصول على الأذنات اللازمة للتحقيق إذا كان هناك جريمة داخل هذه الحصانة الدبلوماسية ولكن هذا لا يعفي بالمطلق بأن تركيا لن تقوم بمساءلة والتحقيق وتطبيق كل القانون الذي يلزم المتهمين بهذه الجريمة بنيل العقاب لن يتم السكوت عن ذلك وهذه جريمة وقعت في تركيا ليس في القمر أو في مكان آخر وبالتالي الحصانة هي التي أخرت الحصول على كثير من الأذنات الرسمية التي كانت ستساعد في تسريع هذا التحقيق وفي النهاية تم الحصول الأذنات بعد أسبوعين من بدء هذه العملية وهم في ذلك الوقت كان يسروا على أنه خارج القنصلية ورأينا كيف القنصل كان يفتح الأبواب والأدراج والأرفف ويريد أن يقنع العالم بتصرف هزلي أو كيستهزئ بالمشاهدين ويقول تفضل هو ليس هنا بابتسامة ساخرة هذا الموضوع ليس القانون التركي والقانون الدولي بكل تأكيد سيطبق على التحقيق المستقل أن تكون به تركيا بغض النظر عن التحقيق للمدعي العام السعودي والقوانف السعودية أيضا هناك تحقيق في تركيا وهذا التحقيق المستقل يقوم به المدعي العام وسيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة والجريمة ما تزال تلقي بذلالها الجثة غير موجودة حتى لو تمت بشكل أو بآخر تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هل تستطيع تركيا في هذه اللحظة أن توجه له اتعامات أن تطالب بمحاكمته سيد أغلو هذا أمر قضائي لا نستطيع أن نقول نحن كمحلل السياسيين كيف يكون هذا الموضوع ولكن أتوقع بأن الجميع يعلم أن القضاء والقانون في تركيا مستقل وبالتالي لا نستطيع أن نضع أنفسنا مكان القضاء وفق القوانين التركية وفق القوانين الدولية ما الذي يجب عمله هو الذي سيطبق بالمطلق بدون المراعاة أو محاولة تخفيف أو محاولة يعني إعطاء سيناريوهات جديدة كما تفعل أمريكا الآن من أجل أن لا تقسل المئة وعشر مليار دولار يعني القضية هنا بالنسبة إلى تركيا هي قضية مصداقية وقضية أن هناك إنسان بريء وبالتالي المحافظة على شرف هذه المهنة والمحافظة على القوانين التركية والدولية هو واجب إنساني قبل أن يكون واجب سياسي شاهدين الكرام في سياق قريب دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في ملابسات موت الصحفي جمال خاشقجي وقال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم سبت أن جوتاريش شعر بانزعاج شديد بعد التأكيد السعودية وفات خاشقجي وحث على محاسبة المتورطين في ذلك بشكل كامل وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من لندن الخبير في القانون الدولي سعد جبار سيسعد رحبك معنا هل وارد أن تتحول قضية خاشقجي من مسألة محلية سواء في المملكة العربية السعودية أو في تركيا إلى شكل دولي وأن تكون هناك لجان دولية تحقق في الموضوع كما حدث في حدث اغتيال الحريلي في لبنان من الضروري إبعاد موضوع التحقيق عن الحكومات لأن الحكومات تتصرف من باب الملاءمة والمصاح السنائية والذاتية وعليه بناء على سوابق في الماضي على المجتمع الدولي أن يصير على إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في هذا الموضوع أول لماذا السعودية مثلا عاشت حالة نقران منذ البداية لغاية تأكد بالتلال القطعية أن الأخ جمال قد قتل داخل القنصرية وبعدها عندما اعترفت بطريقة التقصيد قالت أنه مات بعد حدوث مناوشة أو عراق داخل الصفاء القنصرية وحدث ذلك لماذا المستدعى إلى الأمن الداخلي أو البوليس المحلي وهذا هو المعترف عليه ثم أنها عينت حيئة للتحقيق لرأسها وليل أهد السعودية المنظومة أو التنظيم السياسي في السعودية لا يمكن لأي موظف سعودية تنفسها بدون تولي توجيهات من القيادة العليا إما الملك أو وليل والمعروف أن الدينامو المحرك السعودية هو للأسوز لذلك أي تحقيق يجري في السعودية فهو تحقيق يعتبر لا حدث ولا يعترب به بالنسبة لتركيا لحد الآن تصرفت بطريقة حكيمة وأعطت أدلة ثبتت أنها صحية فعاليا الجريمة التي تمت بطريقة دائشية داخل قنصرية السعودية يجب أن تخضع التحكيم الدولي والتحقيق الدولي سيد جبر عفوا للمقاطعة نعم ما لديه الحق الآن السعودية فتح التحقيق عفوا سيد سعد السعودية فتح التحقيق وتركيا أيضا فتح التحقيق في النهاية ما له الحق في محاكمة المتهمين بعد اكتمال الأدلة والتحقيقات السعودية أم تركيا من باب الإنساط أن نقول لا يحق للسعودية أن تكون المحقق في هذا الموضوع لأنها طرفا خصما أو طرف بمصلحة بالنسبة لتركيا قد كل مضا خلق تركيا صادراء أو تأكب أنها صحيح لكن لرفع الإحراج ومن أجل من حق المجتمع رفع الموضوع المجتمع الدولي لأن هذه جريمة إرهاب من ناحية القانون الدولي خرق للأعراف الدبلوماسية والقوانية الدبلوماسية من ناحية القانون الدولي خرق للأعراف العربية السادقة عن إسلام ومعوه إسلام من دخل بيت السوفيان فهو آمن بالأعراف بالتالي يجب رفع الموضوع للتحكيم أو المحاكمة والتحقيق والمحاكمة الدولية هذا حدث في إيقظة قضايا في الماضي عندما تهم القذافي بأنه كان وراء ترجير طائر طانام في لوقربي لم يسمح بالرغم أن ليبيا كان مختصة في التحقيق والتحكيم في الموضوع أو المحاكمة في الموضوع فإن مجلس قال أن ليبيا لم تكن منصفة فرفع الموضوع أو قرر أن يحاكم الموضوع في محكمة أخرى فعليه من الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هو إخضاء كل الحقائف السعودية تكون طرف تخديم فقط الحقائف وكذلك بالنسبة أو المعلومات وكذلك بالنسبة للطرف التركي وعلى التحكيم الدولي أن يأخذ مجراء أو محاكمة دولية محاكمة خاصة إما أن تنشع عن طريق مجلس الأمن الدولي عن طريق الجمعية العامة المتحدة أو بطريقات أخرى لأن المجتمع الدولي لم يسكت عن هذه الجريمة هذه الجريمة دائشية جريمة خارقة القانون الدولي بالطول مواصفاته لا يسمح لهذا النظام أن يستمر في هذه الممارسات فإننا سنجد من يقتل الناس أو من يعتبر معارض في شوار لندن في شوار نيويورك السيد سعد جبار الخبير في القانون الدولي كنت معي عبر الهاتف من لندن أشكرك شكرا جزيلا سيد لورانس الآن هناك رواية سعودية وعلى ما يبدو هناك اقتراب من التحقيقات التركية على اتحال تعتقد ما السيناريو القادم فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية وتعاملها مع هذا الملف وموقع الأمير محمد بن سلمان دعني أقول بضعة أمور هنا أولا أن التحقيق السعودي هو يجب أن يطلق فيه كل الحقائق وهم لديهم الحق أن يحقق وطبعا هذا قد حصل في القنسلية وهي مكافئة الأرض السعودية وفيه طبعا تورط لمسؤولين سعوديين فتحقيقهم يجب أن يجري والأتراك أيضا بالنسبة لهم هذا الحصول على أرضهم وحتى المسؤولين السعوديين الذين كان لديهم حصانة وتحقيقهم هو الأكثر أهمية وإذا كان هناك جرائم تركية أو دولية يتوقف الأمر على الأتراك أخذ الخطوات المبادرة وأحدى الأخطاء التي ارتكبها الأتراك بأنهم قد قاموا بتبطئ إطلاق الأدلة وهذا بدأ وكأن هناك مفاوضات تجري مع السعوديين وفي نهاية المطاف إذا أراد السعوديين أن يخضعوا للقانون التركي سيكون هذا عبر مفاوضات سياسية فيمكن للأتراك لتوجيه التهمات إلى المسؤولين السعوديين لكن هم السعوديين من يقرر في ماذا كان زيادة بهؤلاء الأشخاص إلى محاكم تركيا أما الدور الولايات المتحدة الأمريكية فطبعا وفق قانون ماغنيتسكي وتحقيقات أخرى أيضا وحتى مستوى أيضا مشاركة أمم المتحدة والمحكمة الدولية لكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على ذهاب الأمريكان بهذا التوجه أو ترامب ولكن مع تزايد الضغوط قد نرى هناك توجه لرؤية هذا خرق لمثاق فينا ولقون الحقوق الإنسان وطبعا يمكن لمجموعة من جراءهم هنا حول ما متهم فيهم السعوديين فهذه سوف تحدد المحكمة أو المكان الذي سيتم فيهم محاكمتهم واليام لورنس دولوماسي السابق مسؤول شمال أفريقيا بالخارجية الأمريكية سابقا أشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر الأقمار الاصطناعي من واشنطن وأذهب للسيد الجحطان في لندن يعني ذكرت لي منذ قليل أن الأمور كلها بيد محمد بن سلمان الآن وهو يبدو أنه أيضا لديه غطاء أمريكي ممثل في إدارة ترامب يعني في ظل هذه المعطيات إذن اليد العليا له هو باق في السلطة سيصل إلى سدة الحكم يعني عاجلا أو أجلا وسيكون ملكا للمملكة العربية السعودية ما الذي يعنيه ذلك بالله يا أخي يعني يعني زي ما ذكرت لك أنا أتوقع أتوقع أن ترامب يعني يعطيها الغطاء الكافي ومحمد بن سلمان أنا أتوقع أنه بيوصل للحكم وبيصير بلك والأمور ممكن أنها يعني تنقلب إلى مشاكل أكبر في المنطقة كاملة الأمر يكان بالذات ترامب ترامب دائما دائما يستغلون المشاكل التي تحصل للأسرة الحاكم محمد بن سلمان ثم يبتزون يعني ابتزاز يعني العملية الآن عملية ابتزاز أي مشكلة تحصل حرب اليمن ابتزاز لكي ينؤيدك ادفع الآن محمد بن سلمان الآن لا بد أنه يدفع على أساس أنه يبقى في السلطة ومحمد بن سلمان هو الآن مناسب لترامب وسياسة ترامب لن يتغير محمد بن سلمان وأنه سيصل إلى الحكم وأن الأمور ستزداد سوءا وأن المنطقة ستزداد المشاكل فيها لكن لا تتوقع سيناريو سيناريو أن يأتي الشقيق الأصغر لمحمد بن سلمان خالد خالد بن سلمان إلى في مكانه كولي للعهد خلال الفترة القادمة لا تتوقع هذا السيناريو لا أتوقع لأن أنا اللي كنت أتوقع ممكن الأمير أحمد بن عبد العزيز ممكن يعني العائلة الحاكمة تبايعه لكن هذا فرض بعيد لأن الآن اللي يستلم المؤسسات القوية في الدولة الداخلية والدفاع والحرس يعني المسيطر على الدولة محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان شخصيته لن يتنازل عن الحكم لن يتنازل عن الحكم يعني لو أنا أفترض لو أخوه حاول أخوه خالد حاول يأخذ الحكمة أنا أتوقع يقتل أخوه يفعل فيه زي ما فعل في جمال يعني الشخصيات هذه يعني لا يقف في طريق أمام لا يقف في طريق تحقيق الملك عندها أي وأين أين الملك من كل هذا سيبقى أحطاني يعني أين الملك سلمان من كل هذا لا الملك سلمان الملك سلمان يعني عقله يعني إذا جاء يتكلم ينسى الكلام يعني يتكلم قليلا ثم بعدين ينسى الكلام يعني الملك سلمان عقليته عقليته لا تشمح له بأن يعني يدير الدولة ويدير السياسة الدولة يقولون يعني أن الملك الآن جالس بس يعني جالس يلعب بلوت فقط ومحمد بن سلمان هو اللي الآن هو اللي جالس يدير الدولة ويشن حروب في اليمن ويقتل المعارضين أنا سمعت أنه أنشأ في جهاز الاستخبارات فرقة اسمها النمر الملك سلمان وصل إلى مرحلة الخرف تقريبا لا يستطيع أن يدير الدولة أن يدير الدولة واقع يا أخي أنا قريبا خرجت من الدولة وموظف الدولة وأعرف دهاليز الإدارات الحكومية والوزارات يعني الحاكم الفعلي محمد بن سلمان والدولة الآن برؤية عشرين ثلاثين الدولة بدأت تنهار من أولويات أنا يا أخي دعيت الأمير سلمان على محمد بن سلمان الذي يعمل لنفسه دعاية بأنه مصلح أنا أقول يا أخي الإصلاح على فرض أني أنا أقبلك وأقبل حكومتك مثلا نظامك الإصلاح يبدأ من الإصلاح السياسي من الإصلاح السياسي يعني شورى منتخب فاصل سلطات ثم تجي الإصلاحات الاجتماعية الثانية لكنك الآن يعني الحكم الحكم مراثي ملكي مطلق استبدادي استعبادي ثم تقول للشعب روح وأرقصه وطبله وغنه والشعب مسكين يعني مليان ديون الشعب عليه ديون السكن لا يوجد سكن يعني أشياء لا تعقل أشياء والله والله العظيم يا أخي أنا يعني أستغرب حتى الشعب الشعب في إحدى التغريدات يقولون أن الشعب إذا زوده الملك يعني راتب أو هذه طبعا هذه بمناسبة رجاع العلاوة السنوية قالوا الشعب فراح وطبل فقلت الشعب من الاستعباد والذل الذي عاشه في ضل النظام ابن سعود صار لا شخصية له لا شخصية له لا يفكر يعني اللي يقولها النظام هو الصح وضحت هذه الفكرة سيتكاتب أولو يعني في النهاية أنت ذكرت منذ خليل أنه لعل يوم الاثنين القادم تكون هناك يعني ظهور للرواية الرسمية التركية في هذا السياق لو لديك معلومات أكثر فيما يخص هذه الرواية وخرجها للعلن أرجو يعني أن تحدثنا عنها سريعا يعني بداية هذه ليست هو الموعد المؤكد وإنما هذا ما يعني وصلنا من بعض المسؤولين في الحكومة التركية أنه ربما سيكون هناك متائج للتحقيقات الأولية وليس النهائية ولكنها متائج تحقيقات أولية رسمية قضائية من قبل المدعي العام يعني مثبتة بالأدلة الدامغة ما الذي حصل وكيف تمت الوفاء ومن هم الجنات المحتملين وأين هي الجثة وفق التحقيقات الجنائية التي تمت قبل يومين أو ثلاثة أيام هذا واحد ثانيا لعلى الأهم هذا الموضوع نقطة مهمة جدا هو ما صرح به رجب طيب أردوان وأيضا اليوم عمر تشلك الناتق اسم حزب العدلة والتنمية وهي هذه الجملة جدا مهمة أقولها كما تم الإعلان عنها بأن كشف الملابسات لمقتل خاشقجي هو دين في أعناقنا هذه الجملة مهمة هذا يرد برد قاطع أن تركيا لا تخضع لا ابتزازات سياسية ولا صفقات ولن تقوم بتغيير ما سيتم الإعلان عنه وأيضا لن يتم إخفاء أي شيء سيتم بكل شفافية إعلان كل ما يصدر من المدعي العام التركي يوسف كاتب أغلو الكاتب المحلل السياسي التركي كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من إسطنبول أشكرك شكرا جزيلا كما أشكر ضيفي من لندن عبر الأقمار الاصطناعية المستشار محمد الجحطاني المحامي وعضو السابق في النهاب العام السعودي أشكرك شكرا جزيلا سيد جحطاني مشاهدين الكلمة التغطية مستمرة بعد الفصل يلتقيكم زميل محمد دحو ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر